طب كابتل طريق مباراة الزمالك وإنبي بقى حلقات مباراة الزمالك وإنبي طبعا عبدالعز البلعوطي لم يختبر النهاردة في المباراة اختبارات خفيفة جدا جدا عواد كان اختبر في حاجات كتيرة ولكن من خلال يعني خلف المدفعين بشكل حاجات كتير جدا من خلف المدفعين كان ممكن تعمل انفراضات على الزمالك بزاعة الشهوط التاني وطبعا الهدف اللي داخل سواء في عبدالعز البلعوطي ضرب الجزاء يعني طبعا صعبة والهدف طبعا لداخل في عواد برضو هدف صعب ما قدرش يعني حتى كرة عرضية يعني صعب ان يطلع ياخدها ولو ما تحطت بعيد عنه قوي فالهدفين النهاردة يعني صعبين جدا بالنسبة للبلغوط في حالات تانية مع حضرتك اه في حالات طبعا العواد في حالات كم حالة العواد مهمة جدا يجيبها لنا جلال بقى عشان ده مهمة جدا يعني ده العواد اه ده طبعا عواد ده كرة ممتازة رائعة رائعة يعني هايل هايل ده مركز كويس جدا 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 من بدري كرة زي دي كده لو هو مش بطلع متقدم وقاري وقاري اللعبة كرة دي ممكن تعمل مشكلة لناد الزمالي طبعا انفراد اه طبعا انفراد فتعامل معها بشكل كويس قوي ممتاز عواد بصراحة في الكرة دي هايل يعني وبيعملها كويس قوي في ممتازات كتير عواد بيبقى خلف المدفعين صح بصحصح وبعدين بياخد البعد كويس وبتحرك ورى خط الضهر دي بقى كرة كان عدسة افر في الكرة دي صعبة جدا جدا وكان لازم يتلعها بدماغه عشان ما تقلش لان كرة ضغطت عليه عدسة افر وانا ما اتفرج على المبراه اه طار بدماغه اه حطها بدماغه عشان يضمنها كرة الرجرة هيروح انفراد كرة صعبة جدا ممتاز ممتاز يعني طبعا كان ممكن لو استنى كان ممكن بس طبعا في بقى فيها ممكن ما يبقاش ضمينها 100% ان كرة تخشو لجوة 18 ويمسكها صحيح فكرة دي من الحاجات الممتازة العواد يعني طيب نشوف اللي بعدها خرح يلوه بسرعة جدا جدا متمركس كويس لو مش متمركس كويس وقاري ويعني واخد البعد صعيح بتاع الكرة ما يطلعش ياخد ديه ابت خداش بيدو يعني بدماغه لا بدماغه وطلعها في القاوت وقدر يرجع تاني ده طبعا تاني نقول بيدو عشان عملها بكده مع الاسمالي ده طبعا الهدف الهدف صعب يعني الكورس ملعوب فيه قوة يعني عشان يطلع ياخدها تبقى صعبة قوي فأنا شايف ان الهدف لا هدف صعب يعني هي كرة طبعا عالية شوية بس برضو يعني ممكن يعني واخده وقت شوية بس طبعا ايه صعب اه مش سهلة يضعش دمو عليه لوم هي طبعا عالية شوية يعني واخده وقت شوية في الهواء بس عايز الكورس سريع جدا عشان يطلع ياخدها عشان ما تعدهوش مفهوم إنما الهدف صعب يعني هدف صعب طيب وطبعا ضربة الجزاء اللي جات في البلعوطي طبعا ما يتحملش مسؤوليتها اه كرة دي لا دي كلها بقى حاجات ما يعني بلعوطي ما النهاردة لم يختبر لم يختبر بلعوطي لم يختبر في المقراطة النهاردة طيب خلاص في حاجة تاني من في المرة دي ولا خلاص كلا لا لا بتاقي يعني المقراطة ما كانش فيها حاجات كتير النهاردة سواء العواد أو عشان هشاهل لك سؤال مهم جدا خلاص بقى يا جماعة الحالات دي عشان نتكلم مع الكابتن طارق في حاجة في منتقى الهمية كابتن طارق اه دي بس كان لازم اه اه لو تأتي عند هنه بقى خلاص طيب لو تجيبها تاني لكابتن طارق اه اه اوقف يا جل بص الكرة هنا بص يا كابتن معدية قريبة جدا من بلعوطي ما ينفعش هستيبها تعدي وتعامل معها من ورا لازم اتعامل معها من هنا يعني لازم انا اعمل الارتماء من المكان دا كده وعشان هو وقف صحي كبير هو وقف صحي جدا ووقف على القائم بص الكرة معدية من ناحية الرجل طب ليه لازم اتعدي وما خلاص كرة جول يعني كرة دي لو الرجل لو ما عليتش منه جول لازم اتعامل معها من قدام من هنا يعني اعمل الارتماء بتاعي بالعرض ما روحش بقى الورا كده يا كابتن كايد طيب